موسيقى طيب الله وقتكم مشاهدين الكرام نشرة مفصلة من يمن شباب وتتابعون فيها الرئيس هادي يعود إلى الرياض بعد مشاركته في أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين في الأردن موسيقى ترحيب حكومي بوضع خطة موانئ بديلة وتحذيرات أمريكية من امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية متطورة من إيران موسيقى وفي نشرة أيضا وقفة احتجاجية لأمهات المختطفين في ابن المطالبة بإطلاق ذويهم موسيقى أهلا بكم إذن عاد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي العاصمة السعودية الرياض بعد مشاركته في أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين التي أنهت أعمالها أمس في البحر الميت في الأردن ووصفت وكالة سبأ الرسمية مشاركة هادي في القمة التي حضرها إلى جنبه وزير الخارجية وثلاثة من المستشاريه بالناجحة هذا وصدر على القمة إعلان عمان والذي أكد فيه القادة والمسؤولون العرب دعمهم ومسندتهم لجهود التحالف العربي لدعم شرعية في اليمن وإنهاء الأزمة على أساس المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية ومخرجة مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 22-16 وبما يحمي استقلال اليمن ووحدته ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية ويحفظ أمنه وأمن الدول جواره الخليجية دعا رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي الأمم المتحدة إلى القيام بدورها في تنفيذ القارات الدولية الخاصة بالشأن اليمني وأكد الرئيس هادي خلال لقائه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتوريوس على هامش أعمال قمة العربية الثامنة والعشرين المنعاقدة في الأردن أن الميليشيا الإنقلابية مستمرة في سطوء على المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية وبايعها في السوق السوداء لتمويل حربها ضد الشعب اليمني من جهته قال غوتوريوس أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب الشعب اليمني لتجاوز محنته ودعم جهود الحوار القائم على المرجعيات المحددة بالتعاون مع جميع الأطراف معربا عن أسفه للحال الذي وصل إليه اليمن بسبب تداعية حرب الميليشيا على الوضع الإنساني هذا ورحبت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية بقار منصقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن وضع خطة لاستخدام أو استخدام موانئ بديلة ومنها ميناء عدن والمنافذ البرية مع السعودية بهدف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضرين في كافة المحافظات اليمنية دون عراقيل وأكدت الوزارة في بيان لها أن ميناء الحديدة لا يزال يستخدم من قبل الميليشيا الإنقلابية لتهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية بالمساعدات الإنسانية وأوضحت أن ميناء عدن والمكلة والمنافذ البرية مع السعودية بكامل الجاهزية لاستقبال الوريدات الإغاثية والتجارية في وقت تعمل فيه الحكومة وبالتعاون مع دول التحالف العربي لإعادة تأهيل ميناء المخال يتمكن من استقبال المساعدات الإغاثية أيضا جدد مجلس الأمن دعوة الأطراف اليمنية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والعمل مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد للتوصل إلى حل سلمي دائم للأزمة وصفنا الوضع الإنساني بالخطير وطلب رئيس المجلس للشهر الحالي ماثيو رايكروفت بالسماح بالوصول الإنساني والتجاري واحترام القانون الدولي والإنساني من جانبه أوضح السافر البريطاني لدى اليمن سايمون شيركليف أن الملامح الخطة الأممية الجديدة لم تتغير كثيرا عن نتائج محادثات الكويت ولخطة الوزير الأمريكي السابق جون كاري وأوضح في تصريحات نشرتها جريدة الشرق الأوسط السعودية أن بريطانيا تستطيع تقديم دور أكبر مع جيران اليمن خصوصا السعودية والإمارات وعمان والقيام بعمل دبلوماسي قوي لإحاث الأطراف المختلفة على الجلوس مع بعض وتقريب وجهة النظر بينهم من جهتها أبدت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها من خطورة تقارير عن استمرار إيران في تهريب الأسلحة إلى اليمن وذلك خلال جلسة مجلس الأمن ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن دبلوماسيين اتطلعوا على محظر الجلسة المغلقة التي عقدت مساء الأربعاء أن وفد الولايات المتحدة أعرب عن القلق في شأن الزياد الانتهاكات في اليمن وتصعد العنف كما أبدى قلقا خاصا في شأن تقارير عن إمداد إيران الحوثيين بمعدات عسكرية هذا وحذر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل من امتلاك ميليشيا صالح والحوثي قدرات عسكرية متطورة بمساعدة من إيران تهدد حرية الملاحة في مضيق باب المندب وضف فوتيل في إفادة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بأن الحوثيين نشروا بدعم من إيران في الساحل الغربي لليمن صواريخ ومنظومة رادارات وألغام ومتفجرات تم جلبها من مضيق هرموز وأكد أن هذه الأسلحة تهدد التجارة والسفن والعملية العسكرية الأمريكية في المنطقة إلى ذلك دع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مجلس الأمن لاستخدام ثقاله الدبلوماسي في الضغط على الأطراف اليمنية ودفعها نحو تقديم مزيد من التنازلات وحث ولد الشيخ في إحاطته للمجلس الحكومة اليمنية على الإنقراض في المفاوضات ودعا ميليشيا الحوثي والمخلوع إلى إنهاء رفضهم إجاء محادثات حول الترتيبات الأمنية صارت الرؤية أكثر وضوحا بشأن التهديد الخطير الذي تمثله إيران في اليمن من خلال أدواتها الإنقلابية وضرورة إنهاء الإنقلاب ودحره من أجل سلامة المصالح الدولية والأمن الدولي يخسر تحالف الإنقلاب باستمرار على الصعيد الدولي مع تزايد مؤشرات الدعم الدولي لعمليات التحالف العربي وبروز تغيرات كبيرة في الاستراتيجية الأمريكية حيال الحرب في اليمن في صحيفة وولستيرات جورنال الأمريكية يقول مسهولون أمريكيون وعرب إن الولايات المتحدة الأمريكية ترسم تدخلا أكثر عمقا في الحرب اليمنية وأنها بدأت بالفعل في دعم التحالف العربي لمواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية وتركز على الدعم في الجوانب اللوغستية والاستخباراتية فيما تتجه إدارة ترامب لاستيناف بيع الأسلحة الموجهة بدقة إلى السعودية بعد أن كانت إدارة أوباما قامت بتجميدها خلال الأشهر الأخيرة وعلى الرغم من قرار حظر توريد الأسلحة للحوثيين وبعد مرور عامين من عصفة الحزم غير أن الدعم الإيراني للحوثيين لا يزال مستمر وقد أكدت قيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أن لدى الحوثيين قدرات عسكرية متطورة بمساعدتنا من إيران وهي قدرات تهدد حريات الملاحة في مضيق باب المندب ومنها الصواريخ ومنظومة رادارات وألغام وقوارب متفجرات تم جلبها من مضيق هرمز هذا التحول في الاستراتيجية الأمريكية يؤشر إلى اتساق في الأولويات بحيث تم محاربة الإرهاب الحوثي المدعوم إيرانيا بالتزامن مع محاربة القاعدة غير بعيد عن التحركات الدولية والأممية الضاغطة على الانقلابيين ركزت تحاطة والد الشيخ لمجلس الأمن بقلسته المغلقة في وقت متأخر من البارحة على مطالبة الحوثيين في الانخراط الجاد في الترتيبات الأمنية التي تشكل الجانب المهم في ورقته المقدمة للحل في اليمن ويعني بالترتيبات الأمنية تلك المتعلقة بانسحاب ميليشياتهم كمرحلة أولى من صنعا وتاعز والحديدة وكذلك تسليم السلاح توعد حزب الإصلاح بمعاقبة ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح الإنقلابية جراء عمليات القتال التي طالت اليمنيين وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب عدنان العديني في تصريح اليمن شباب إن الحوثي وصالح تحملون مسؤولية كل قطرة دم سفكت في اليمن ولن يفلتوا من العقاب وأشار إلى أن الإجراءات التي وجه الحوثي لميليشياته بتنفيذها وتستهدف حصر أعضاء الإصلاح والرشاد وممتلكاتهم كانت متوقعة من جماعة إنقلابية إرهابية اقترفت أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني نحن ردنا منذ البداية أننا ضد الانقلاب ولن نكون يوما من الأيام إلا ضد الانقلاب ولن نقف إلا ضد الانقلاب وتتسجل هذه المواقف في صحيفتهم السوداء وسيحاكمهم الشعب اليمني يوما من الأيام عبد الملك الحوثي هو المسؤول الأول عن كل قطرة دم سراق من جسد أي يمني العديد من مواد في قانون العقوبات اليمني وقوانين أخرى تجعل مصير قادة الانقلاب والميليشي الإجرامية في مواجهة عقوبات تصل إلى الإعدام تعزيرا تواجه قادة الميليشيات الإرهابية الحوثية وعصابات المخلوع صالح أحكاما مشددة تصل إلى الإعدام تعزيرا وفقا للمادة 128 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني وهي تلك الجرائم المتعلقة بخيانة الدولة والوطن والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية كما هو حال ارتباط قادة الميليشيا الخارجة عن الدولة والمنقلبة عليها مع إيران وبحسب قانونيون تحدثوا لوكالة واس السعودية فمهاجمة العاصمة السياسية للدولة واحتلال مقدراتها العامة تمثل جريمة يعاقب عليها القانون العقوبات التي ينص عليها القانون اليمن جنائيا تشمل كل من حرض أو شارك في الجريمة باعتبارها من جرائم الخطر العام وهذا يشمل المخلوع صالح باعتباره محرضا ومشاركا في جريمة مهاجمة العاصمة واحتلال مقدرات الدولة والارتباط غير المشروع بدولة أجنبية تدعم بالأساس ميليشيات طائفية متمردة إلى ذلك يواجه المخلوع صالح وقادة الميليشيات الإرهابية الحوثية عقوبات تتعلق بارتكاب جرائم قتل وتصفية عدد من أفراد وضباط قوات الأمن والجيش وهم يؤدون واجبهم الوطني وذلك من أجل هدف الوصول إلى العاصمة صنعاء ثم القفز على سدة الحكم ومهاجمة مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات السيادية مثل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان والبنك المركزي ووزارة الدفاع وجميعها مؤسسات تعرضت للهجوم والاحتلال من قبل العصابات الإرهابية الحوثية وميليشيات المخلوع المتحالفة معها مادة أخرى في قانون العقوبات اليمني تنطبق على قادة الميليشيات الإرهابية التي نفذت انقلابها على الدولة وهي المادة 132 وتعني بالعصيان المسلح بعد الاستلاء على الدولة وتولي قيادات عسكرية من دون تكليف من السلطة المختصة وإنما قامت تلك القيادات بتنفيذ توجيهات قائد العصابات الإرهابية عبد الملك الحوثي مع ملاحظة أن القانون اليمني يعرف جريمة العصيان المسلح بأنها رفع السلاح في وجه السلطة الشرعية والتمرد عليها بقوة السلاح وبالتالي تؤكد المادة 132 من القانون أن من يرتكب هذه الجريمة يمثل ميليشيات مسلحة غير نظامية ومن ثم تعد مناهضة للوطن والنظام وتتجرد من ولائها الوطني وهذا ما حدث بالفعل مع تجرد الحوثيين من الولاء للدولة والنظام الجمهوري لصالح الولاء لإيران ميدانيا وعسكريا دكت مدفعية الجيش الوطني تجمعا لميليشي الحوثي وصالح الإنقلابية بمدرية بيحان في محافظة شبوة وقالت مصادر عسكرية ليمن شباب إن مدفعية الجيش الوطني دكت مواقع الإنقلابيين في خنق دقيق بجبهة بيحان مقيعة قتلى وجرحى في صفوف الإنقلابيين وإعطاب دوريتين في المواقع المستهدفة وفي جبهة طوال السادة غرب مدرية عسيلان قتل وأصيب 17 من ميليشي الحوثي وصالح في المواجهات التي شهدتها جبهة طوال السادة غرب مدرية عسيلان أما في صعدة فقد قتل أربعة من عناصر الميليشي خلال تصدر الجيش الوطني لهجوم في جبهة البقع وبحسب مصادر عسكرية قالت إن قوات الجيش صدت هجوما للميليشي في جبال أم الغضب بمدرية البقع مقتل أربعة من الإنقلابيين وأسر عنصر آخر وقتل أربعة آخرين خلال المواجهات إلى محافظة البيضاء حيث لقي أحد عناصر الميليشي مصرعه وأصيب آخر في استهداف المقاومة موقعهم في مدرية ذي ناعم وقالت مصادر ميدانية أن المقاومة استهدفت موقع الميليشي في منطقة كواج بمدرية ذي ناعم ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الميليشي وإصابة آخر وفي ناعم سقط قتلى وجرح من الميليشي الإنقلابية بينهم قيادي حوثي في معارك مع قوات الجيش الوطني وقالت مصادر عسكرية أن عددا من عناصر الميليشي بينهم القيادي حميد الشامي قتلوا في المعارك الدائرة في محيط مركز مدرية ناعم ارتكبت ميليشيا المخلوع صالح والحوثي مجزرة جديدة في قصف حي سكني في مدينة تعز أن ترى مشهدا كهذا فاعلم أنك بمدينة تعز حيث تمارس ميليشيا صالح والحوثي القتل بلا رادع ويعيش الأهالي تحت قصف متواصل هذا الأب يتلمس طفلي عماد وفراحة جثتان هامدتان فيما أصيب ثلاثة من أسرته إثر شضايا قذيفة أرسلتها الميليشيا الإنقلابية على منطقة الجحملية شرقية المدينة لا أنا واقع من السوق طرعت أعدل المتور دخلت للبيت قالت أنه العائلة حقي يجب أن أسمع إلى الإنبيجر مصطفى سعيد أب آخر التقيناه في وداع طفلته أنسام ضحية ثالثة للقذيفة السابقة نفسها ليست ابنتي هي الوحيدة كانت في حادث أمس وإنما ثلاثة أطفال آخرين منهم استشهدوا ثنين وآخر مصاب هذا بخصص الأطفال الأطفال محميين حماية خاصة وفقا للقاون الدول الإنساني واتفاقيات جنيف واتفاقيات حقوق الطيف والقاون الدول العرفي لكن ميليشيات الحوثي والقوات المنصالح أكثر ما تستهدف في مدينة تعز تستهدف الأطفال بالقنص وبالقصف العشوائي ستمائة وسبعة عشر طفلا قتلوا فيما أصيب ثلاثة آلاف آخرين برصاصات وقذائف الإنقلابيين منذ بداية الحرب التي شنتها تلك الميليشيا على المدينة بحسب إحصائية حقوقية للمركز الإنساني عدد المجازر التي ترتكبها ميليشيا صالح والحوثي بحق أطفال تعز يوازي صرخات الموت التي ترفعها في مناطق تمركزها وهي كثر جرائم لا تسقط بالتقادم يقول القانون أمين دبوان يمن شباب تعز نبقى في تعز فقد أكد قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل أن الجيش الوطني سيطر حاليا على منسبته 85% من مدينة تعز وريفها وأعربا لواء فاضل في تصريح صحفي تطلعه إلى مزيد من الدعم والجهود من التحالف العربي لتحرير المناطق التي لازلت تحت سيطرة الإنقلابيين في المحافظة واستئصال بؤرهم مؤكدا أن العمليات العسكرية تسير وفق ما رتب لها والمناطق التي يتم تحريرها واستعادتها يتم الحفاظ عليها شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح في عدة محافظات مصادر محلية قالت أن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع الميليشيا وتجمعاتهم بين مدريتي ذباب وموزع ومفرق المخى وغرب معسكر خالد في تعز واستدفت غارات أخرى مواقع للميليشيا في سرواح مأرب وأميدي وحرف بحجة ما أسفر عن سقوط قتل وجرح وتدمير آليات للمتمردين اندلعت اشتباكات عنيفة بين ميليشيا الحوثي ومسلحين قبليين في منطقة الصرف في مدرية بني حشيش شرق العاصمة صنعاء مصادر محلية قالت أن قتل وجرح سقطوا إثر محاولة الميليشيا الاستيلاء على أراضي المواطنين في منطقة الكسارات بالقرب من كلية المجتمع مشيرة إلى أن قيام الميليشيا بقصف المنطقة من موقع تمركزها في جبل الطويل المطل على المنطقة يواجه النظام الجمهوري ارتدادات إمامية تجلت في انقلاب الحركة الحوثية الإرهابية ما يستدعي قيام عمل سياسي منظم وواضح في أهدافه وتوجهاته يا جماهير الثورة في كل ربوع وطننا الغالي نقف هنا اليوم بكل شموخ وإباء ثابتين على العرض في مدينة تعز المعروفة بعاصمة الثورة قرر شباب ثورة فبراير كسر محاولات تغييبهم أو تجاوز مضامين الثورة وتركها خلف تسويات مشوهة وأعلنوا عولادة تيار فبراير الوطني الديمقراطي باعتبار أن المرحلة تقتضي للسعداد للعمل السياسي بيقضة وتنظيم وتماسك وصفاف شبابي شعبي كبير لتحقيق مجموعة من الأهداف تيار فبراير الوطني يمثل كما يقول القائمون عليه خطوة نحو مرحلة جديدة من الثورة بأدوات الفعل السياسي الثوري وإسناد الكفاح المسلح والحفاظ على مضامين الثورة الاجتماعية والجمهورية وإعادة الفرز على أساس الثورة والثورة المضادة والأهم من ذلك الإسهام نحو تنظيم أكثر لفعل الثورة والمقاومة ومن أبرز الأهداف التي تقول اللجنة التحضيرية لتيار فبراير إنه سيسعى للإسهام الجاد في تحقيقها هدف الحفاظ على روح النظام الجمهوري الذي يواجه ارتدادات إمامية كهنوتية تجلت في انقلاب الحركة الحوثية الإرهابية كما أن العمل على تحقيق أهداف ثورة فبراير وإسقاط الإنقلاب والسعادة الدولة الشرعية مثلت أهم الأهداف التي تضمنتها رؤية تيار فبراير الوطني أما الأهداف المرحلية فركزت على أن التيار سيسعى لتفعيل حراك ثوري منظم لإسقاط الإنقلاب وهزيمة الثورة المضادة وتفكيك تحالفات نظام الاستبداد واقتصاده السياسي القائم على الجباية وبناء شبكات اقتصادية غير مشروعة المقاومة الشعبية حضرت بكوة أيضا في أهداف وأجندة تيار فبراير إذ تؤجد اللجنة التحضيرية العليا أن التيار سيعمل على إسناد المقاومة الشعبية حتى تحقيق الانتصار إلى موضوع آخر حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتزامها إعادة هيكلة التعليم الثانوي من خلال إنهاء القسم العلمي والأدبي وتطوير المناهج وأكد وزير تربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس خلال الورشة الوطنية لتقييم اختبارات الثانوية العامة العام الدراسي 2015-2016 على ضرورة إعادة هيكلة التعليم الثانوي من خلال إنهاء قسمية العلم والأدبي مشيرا إلى اعتماد ثلاث مسارات تعليمية وتطوير المناهج الدراسية ونهج القراءة للصفوف الأولى الأساسي وتحويل التعليم من وظيفة إلى مهنة وإنشاء صندوق دعم لتطوير العمليات التعليمية يواصل المئات من المعلمين والتربويين بمدينة تعز تنفيذ وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف مرتباتهم والتي لم يتسلمها منذ ستة أشهر وطلب المشاركون بالوقفة رئيس الجمهورية بالتدخل المباشر لصرف مرتباتهم وإنهاء معاناتهم وقال بيان المصادرون عن الوقفة أن الحكومة لم تفي بوعودها والتزاماتها التي تعلنها كل مرة عن صرف مرتبات الموظفين المدنيين والمتقاعدين في المحافظة وأكدوا أن تصريحات الحكومة تتلاشى وتذهب هباء مع الريح والسلطات لا تعبأ بمعاناة الموظفين والمواطنين بالمحافظة شاركت عشرات نساء من أهل المخفيين قصرية والمختطفين لدى ميليشيا الحوثي في وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة أب ورفعت المشاركات شعارات تندد بعمليات التعذيف التي يتعرض لها المختطفون وهو ما أدى إلى وفاة العشرات منهم خلال العامين الماضيين وتطالب بسرعة الكشف عن المخفيين قصريا والسماح لأهليهم بزيارتهم ومعرفة مصيرهم ونشدت الأسر في بيان لها الأمم المتحدة وجميع الأطراف اليمنية للتعامل مع قضية المختطفين كقضية إنسانية تستدعي شرعة البت فيها بجدية بما يضمن نيل المختطفين والمخفيين قصرا حريتهم الكاملة ويضمن سلامتهم نهاية النشرة تابعتم فيها الرئيس هادي يعود إلى الرياض بعد مشاركته في عمل القيمة العربية الثامنة والعشرين في الأردن ترحيب حكومي بوضع خطة موانئ بديلة وتحذيرات أمريكية من امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية متطورة من إيران كما تابعتم أيضا وقفة احتجاجية لأمهات المختطفين في إب للمطالبة بإطلاق ذويهم نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة